تضرب تقصف تخترق تنتهك والأفعال المضارعة لإيران مستمرة عبر جسور وقلائها تارة ومن أراضيها تارة أخرى في البحر تعترض صفن دول العالم العظمى في المنطقة تبرر قصفها عبر الحوثيين في اليمن كدفاع مثلا عن مبادئ كتبت بأوراق إيرانية فقط تحدث شرخا بين العراق وجيرانه بيد الوكلاء والعنوان الأول والأخير ذريعة مواجهة ما تصفه بالمحتل أو تدعي أنها إسرائيل الموجودة في أربيل على سبيل المثال في سوريا فعلت هذا وتفعل في العراق بضرب مواقع لقواعد أمريكية لكن خطر كل جولة من جولات الاعتداء على سيادة البلاد يضرب مشوار العراق دبلوماسي مع دول المنطقة والعالم فيطرح السؤال الذي يحتمل كثيرا من الإجابات من يستطيع مواجهة إيران عسكريا وإيقاف اعتدائها المستمرة شركات ومؤسسات تمول الحرص الثوري في مجالات عدة داخل إيران كالشحن والاستهلاك والتصنيع والنفط تمتلك قوات البسيج القادرة على مواجهة أي تمرد داخلي ضد نظامه تكمن قوة طهران بصواريخه البلستية منها ما هو متوسط المدى كصواريخ شهاب وفاتح 110 وأذي الفقار ومنها ما يصل مداه إلى أكثر من 2000 كيلو متر قادر على حمل رؤوس نووية تتمتع بقدرة كبيرة على القيام بعمليات هجوم سيبرانية معقدة وكذلك الدفاع السيبراني عن منظومات الصواريخ البلستية تمتلك رصيدا كبيرا من الطائرات المسيرة الأكثر خطرا في المنطقة ومع هذا كله فإن لعبة الشطرانج التي يصف سياسي إيران قدرة نظامهم بلعبها مع دول وقادة توجه لعبة بوكر تعصف بالاتفاق النووي من جهة والطموحات الإيرانية من جهة أخرى فهل تنتهي اللعبة أم تستمر إيران بانتهاك سيادة دول المنطقة على حساب تحصيل أهداف اتفاقاتها العالمية ترجمة نانسي قنقر